باخموت تقترب من السقوط بعدما أحكمت القوات الروسية قبضتها وكثفت قصفها على عدة محاور بجميع جبهة القتال في أوكرانيا وخلال الساعات الماضية حقق الجيش الروسي بمساعدة قوات فاغنر تقدما وتمددا على جميع جبهة القتال المشتعلة في الشرق وبالأخص محوري باخموت وزابوريجيا وبدأت العمليات الروسية تركز على مدينتي أوريخوف وغوليا بوليا وأكد الجيش الأوكراني أن القوات الروسية تحاول اختراق دفاعاته وتحشد قواتها قرب مقاطعة خيرسون وترسل المزيد من التعزيزات عبر شبه جزيرة القرن أما السلطات الموالية لروسيا في المقاطعة فقالت أن الجيش الروسي تمكن من تدمير خط الدفاع الأول للجيش الأوكراني في المحور وتوغل لمسافة سبع كيلومترات في عمق الأراضي الخاضعة لسيطرة القوات الأوكرانية وسيطر على بلدات مهمة وتبدل الأوكرانيون وميليشيات فيغنر الروسية الإعلان عن سقوط العديد من القتلى في الطرفين هذه التطورات جاءت في وقت أكدت فيه المخابرات العسكرية الأوكرانية أنها ستتلقى دبابات ليوبارد الألمانية قريبا وأن المفاوضات جارية في هذه المرحلة حول كيفية إتاحة هذه المعلومات للعلن في المقابل حذر رئيس الدوم الروسي فياتشيسلاف فولودان من كارثة عالمية في حال تم تزويد كيف بأسلحة هجومية